بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولم حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطافون فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يصنفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبرئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآفرة أكبر لو كانوا يحلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما صلق الله من شيء يتفيأوا ذلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دامة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تنتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون لينفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نسيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفكرون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشقهون وإذا بشر أحدهم للأنسى ظل وجهه مسودا وهو كذيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخر المثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يقرون وتسف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنا لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون سالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكذاب وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين صلقوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بضونه من بين فرس ودم لبنا صالصا نسقيكم مما في بضونه من بين فرس ودم لبنا صالصا ومن سائغا للشاربين ومن سمراك النخيذ والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون وأوحى ربك إلى النحل أن تخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرة فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مستلف ألوانه في شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض من العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براتي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أخب نعمة لا يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحق والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضعبوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكى لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على خراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الضير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ومن داستخفونها يوم ضحنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أساثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من الجبال أثنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمده عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمد الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يصفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكنابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر